مرحبا بكم أصدقائي في درس اليوم سنتعرف على العددان أربعة وخمسة فهيا تعالوا نكتشف ونغوص مع بعضنا البعض في عالم الأعداد ونبدأها بالتعرف على العدد أربعة لذا دعونا نقوم بفصل كل أربع سمكات بوضعهم داخل خط مغلق الإجابة أحسنتم التقسيم هذا هو المطلوب حسناً لنواصل إذن ونحاول سوياً مواصلة كتابتي أربعة على النحو التالي أما الآن سننتقل للتعرف على العدد خمسة سل كل مجموعة تحتوي خمسة عناصر بالعدد خمسة الإجابة لقد أصبتم فالمجموعات التي تحتوي خمسة عناصر هي مجموعة الحلوى البالونات الأسماك الدعاسيق الأقلام جيد والآن دعونا نواصل كتابة الرقم خمسة كما فعلناها سابقاً مع الرقم أربعة حسناً يا صغاري لننهي عملنا الآن بوصل كل مجموعة بالعدد المناسب لها الإجابة الإجابة